بقاء لله يعني الخبر أحزننا جميعا وحاجة يعني أنا شخصيا كان بقى لي كتير جدا ما بعيطش على حد بصراحة عيط عليه جدا لأنه راجل صاحب فضل صاحب فضل أولا هو من الدعمين اللي جيلي اللي موجودين في مجالة الإزاعة والتلفزيون ومن أول الناس اللي كان بيستوعبنا وكان بيسمع كويس جدا ودي حاجة قليلة جدا تلاقيها إن حد يسمعك مهما كان طريقة تعبيرك أو صورتك ويستوعبك ويفهمك ويدي لك الفرصة قدنا فرص كبيرة جدا في الشغل في وقت كان يعني المجلة مليئة بقامات كبيرة من الصحفيين خدنا فرصتنا وكان يعني طول الوقت يعني بيسمع وبيفكر معاك وبيدعمك أفتكر إن في مرة بلسة كنا في 2005 كان لسة هو جاي وكان يعني كنت عايزة روح أعمل موضوع أنا ومصور صحفي وبعدين وقفت لأن الموضوع فيه سفر وما فيش فلوس والمكافآت ما معيش فلوس فهو حس بالمسألة وجيري وراي وراي الصارة قال لي أحمد تعالى قلت أخد أنا عارف فدي حاجات يعني إنسانية ببسيطة لكن كانت بتفرق معانا جدا يعني ما أقفه كتير طول الوقت يعني روحت معاه الأخبار فترة كده قصيرة في 2011 وكان طبعا الأخبار كلها قامات كبيرة صحفية وأسادزة والحاجات دي لكن كان مثلا أفتكر إنه دايما بأجي أمشي الساعة عشر أو أثناء الطبعة أو الكلام ده أقعد والعنوان ده إيه رأيك فيه مع إن أنا ممكن نكون في الوقت ده رأيي مش هيفرق بس هو يحب يسمع الرأي المختلف ممكن يقول حاجة مختلفة كان بيدينا فرص حتى في فكرة إن انت في الكفر بتاع المجلة ودي كانت مهمة في الغالب مهمة يعني في مجلس التحرير أو الناس الكبيرة وقتها احنا كنا لسا صغيرين فكنا بنختار عنوين كان الحاجة اللي شوفها مناسبة بيلقوطها وبيعملها والصورة بيسمع أفكار جديدة عنده مساحة للسمع ودي حاجة أستاذ يعني هو من وجهة نظري هو آخر هو امتداد مصطفى أمين وامتداد أسامي يعني أسامي كبيرة للصحفية اللي بنسمع عنها واللي درسنا عنها في الكتب وإحنا في الجامعة يعني أنا شخصيا عندي ذكرات كتيرة جدا معا يعني كان في بعض الحاجات أحيانا حوارات معينة كانت مع قيادات سياسية في البلد كان بيأمن عليها مثلا انت خد فرغي الحوار ده فده كانت ساقة كبيرة جدا مع صفوة الشريف وقت ما كان صفوة الشريف حاجة وخيره بقى يعني مواقف كتير جدا صحفية وكان داعم يعني أفتكر مرة جات لي قضية لقيت نفسي محبوس وعلي غرامة مش عارف ايه بجاب المحامي بتاع الاتحاد وفي حاجات كتير يعني مواقف إنسانية طول الوقت ترجمة نانسي قنقر